هذا ثاني دخول مدراسي في دير الجائحة تمكننا خلال شهر شوتامبير من اتخاذ واحد المجموعة دير الإجراءات تحضير للدخول مدراسي بما فيها البنيات تمكننا من إصلاح مجموعة من المؤسسات ابتدائية إعدادية وتأهيلية لكي تكون جاهزة لهذا الدخول كذلك تمكننا من خلال شهر شوتامبير من تلقيح فئة التلاميذ انطلق من 12 لأقل من 18 سنة 12-17 سنة ويعني كل الفئات بما فيها عمومي خصوصي باعاتات وتقدمنا بحيث في هذا الباب هذا تقدمنا في تلقيح نسبة مهمة جدا قاربت 60% إلى حدود الساعة عندنا أربعة ديال المراكز مركزين في تانويتين تأهليتين ومركزين تابعين لوزارة الصحة مراكز صحية مركز الكلوطي ومركز الزلقة إلى جانب وحدة خامسة متنقلة تجوب المؤسسات كلما يعني قدرنا نسجل وحد العدد ديال التلاميذ ما بين 150-200 تنتقل وحدة طبية صحية وتلقيح التلاميذ في المؤسسة المعنية كذلك هذه السنة في وحدة المجموعة ديالإجراءات تواصلية درنا لقاءات مع المديرين بالأسلاك الثلاثة درنا لقاءات مع المفتشين درنا لقاءات مع الموجهين درنا لجان تجوب المؤسسات للتأكد لمصاحبة المديرين في عين المكان وللتأكد من كل الإجراءات لكي تكون المؤسسات جاهزة وفي حلة يعني تليق بها ولكي ننجح جميعا هذا الدخول المدرسي في الحقيقة هذه المسألة ديالتلقيح أساسي ومهم جدا لأنه في السابق كان هذا الفيروس كوفيد لا ينتقل للفئة العمرية الشابة الآن مع هذا المتحور دلتا تبين على أنه يقص الولدات في أعمار يعني في مقتبل العمر فلذلك واجب أننا نلقح أولدتنا هو اختياري ولكنه يعني ملزم علينا تأمينا لنا ولأسارنا ولأساتدتنا ولأطورنا الإدارية تأمينا لأولادنا أننا نقوم بهذا الواجب الوطني ترجمة نانسي قنقر عبق FBI ترجمة نانسي قنقر